مرحبا بكم تناول حبتين من الجزر كل ليلة فهذا ما يفعله بجسمك النتيجة ستفاجئك ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نجمع مئة صلاة على نبي محمد صلى الله عليه وسلم ودعمنا بإعجاب لهذا الفيديو وإذا كنت قد تناولت الجزر اضغط لايك لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات مرحبا بكم من جديد الجزر أحد الخضار الجذرية زهيدة الثمن وسهل توفرها وسعة الانتشار ومحبة لدى الكثيرين فما هي فوائد الجزر وهل من محاذير لتناوله تظهر الدراسات مرارا وتكرارا فوائد الجزر ومساهمة أكله في مكافحة الأمراض وقوة الجزر في الحماية ضد الأمراض المختلفة تنبع من غناه بالمواد الغذائية الهامة مثل البيتا كاروتينات فوائد تناول حبتين من الجزر يوميا أولا يحسن الرؤية إن القول الشائع بخصوص قدرة الجزر على تقوية النظر ليس مجرد خرافة بل هو حقيقة بالفعل إذ يساعد فيتامين ألف الموجود بتركيز عالي في الجزر على حماية العيون من الأمراض عامة وعلى حمايتها من أي تلف قد يسبب العمى خاصة ثانيا يساعد من الوقاية من السرطان حيث أن البيتا كاروتين الموجود في الجزر يشجع التواصل بين الخلايا ما قد يساعد في الوقاية من السرطان فالاتصالات غير السليمة بين الخلايا قد تكون أحد أسباب فرط نمو الخلايا المؤدية للسرطان والبيتا كاروتين يساعد على تحسين التواصل بين الخلايا من خلال تفعيل جين ينتج فتحات صغيرة جدا في الخلية مما يتيح نقل المعلومات من خلية إلى أخرى ثالثا يبطئ الشيخوخة يعمل البيتا كاروتين المتوافر بدرجة عالية في الجزر كمضاد للأكسد التي تمنع من تلف الخلايا في الجسم وعيوب أخرى وتساعد على إبطاء الشيخوخة رابعا يعزز صحة البشرة فيتامين ألف ومضادات الأكسد في الجزر يعمل على حماية الجلد من الأضرار من أشعة الشمس كما يمنع من التجعيد المبكرة وحب الشباب وجفاف الجلد والتصبغ كما أن النقص في فيتامين ألف يسبب جفاف البشرة والشعر والأظافر وإضافة إلى تناوله ني أو مسلوق يستخدم الجزر بمثابة قناعا للوجه إذ يخلط الجزر المبشور بقليل من العسل ويمدد على الوجه فنحصل على علاجا غير مكلف ومفيد خامسا تقوية جهاز المناعة يحتوي الجزر على تشكيلة متنوعة من المواد الغذائية التي يحتاجها جهاز المناعة والتي تساعد على تقويته مثل فيتامين سي ومضادات الأكساد المختلفة ويساعد فيتامين سي على حماية الجسم من الأمراض المختلفة مثل الإنفلونزا ونزلات البرد سادسا يحارب أمراض القلب تشير الدراسات أن الوجبات الغذائية العالية في الكاروتينات ترتبط مع انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب إذ أن الجزر لا يحتوي فقط على البيتا كاروتين إنما أيضا على ألف كاروتين واللوتين وهي مضادات للأكساد تقلل من نسبة الكوليسترول في الدم وتقلل أيضا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية سابعا يطهر الجسم حيث أن فيتامين ألف يساعد على طرد السموم في الجسم فهو يخفض من العصارة الصفراوية التي ينتجها الكبد ويخفض أيضا من الدهون فالألياف الموجودة في الجزر تعمل على تنظيف القلون وتساهم أيضا من عملية تطهير الجسم من الفضلات السامة ثامنا يحمي الأسنان واللثة فتناول الجزر يساعد في حماية اللثة وينظف الأسنان كما أنه يحفز على إفراز اللعاب الذي يوازي حموضة المعدة والبكتيريا في الفم مما يمنع من تسوس الأسنان فوائد عصير الجزر إن شرب عصير الجزر وسيلة ممتعة ولذيذة لتحصل على مجموعة رائعة من الفيتامينات والمعادن وإضافته إلى نظامك الغذائي سيساعد على إمدادك بالعديد من الفوائد وهذه أشهرها علاج فقر الدم يعتبر الجزر مصدر رائع للحديد الذي عادة ما يسبب نقصه فقر الدم وبتناول الجزر فأنت ستساعد على سد هذا النقص وزيادة مخزون الحديد لديك ويعتبر الحديد معدنا هاما جدا لإنتاج الطاقة وهو أحد المكونات المهمة في خلايا الدم الحمراء التي تزود الخلايا بالأكسجين تنظيم نسبة السكر في الدم يساعد الجزر على تنظيم مستويات السكر في الدم ويعد أحد أفضل العصائر التي يسمح لمريد السكر بتناولها دون خوف فبالإضافة لمستوى السكر المنخفض فيه فإن محتواه العالي من الكاروتينات يرتبط عكسيا مع مستويات السكر المرتفعة في الدم تعزيز عملية الهضم وفاتح للشهية إن تناول عصير الجزر قبل الوجبة بعشرين دقيقة قد يساهم في فتح شهيتك إذ يعمل كمحفز للجسم والجهاز الهضمي ليفرز عصارته الهاضمة وبفضل محتواه العالي من الألياف القابلة للذوبان في الماء فهو يعتبر معززا لعملية الهضم ولصحة الجهاز الهضمية تعزيز صحة الرئة يعتبر عصير الجزر معزز لصحة الرئتين فهو يساعد في مكافحة أمراض الجهاز التنفسي ويساهم في مكافحة آثار التدخين المضرة بالرئتين بفضل محتواه من مضادات الأكسد القوية وقد يكون فعالا في تقليل من خطر الإصابة بسرطان الرئة بشكل خاص إذ يذكر الباحثون أن استهلاك 1.7 إلى 2.7 ميلي جرام من البيتا كاروتين يوميا يقلل خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 40% تحسين وظائف الكبد يعتبر عصير الجزر أحد مكونات نظام تنظيف السموم من الجسم ومنع تراكمها في الكبد وذلك من خلال تعزيز صحة الكبد وعمله فوائد عصير الجزر للحامل تعد مرحلة الحمل مرحلة حساسة تركز فيها الحامل على الأغذية المفيدة لها ولطفلها فقد يكون عصير الجزر مثاليا جدا في هذه المرحلة عند تناوله بكميات سليمة وهذه فوائده توفير البيتا كاروتين للحامل والجنين وهو مهم في الحفاظ على الرؤية الجيدة للحامل وتطوير رؤية جيدة للجنين يساعد تناول الجزر وعصيره بشكل منتظم خلال الحمل على تقليل فرص الإصابة باليرقان لدى المولود الجديد تزويد الحامل باحتياجاتها من العناصر الضرورية لها وللجنين خاصة الحديد المهم لنمو وتطور الجنين ووقاية الحامل من فقر الدم يعد الجزر وعصيره مصدرا لمعدن البوتاسوم المهم جدا للأمور التالية انتظام عمل القلب ودقاته انقباض العضلات وعمل الأعصاب حماية الحامل من التشنجات وتقلصات العضلات زيادة تدفق الدم إلى الدماغ يساعد تناول عصير الجزر على وقاية الحامل من الإمساك وعلاجه وذلك بفضل كمية الألياف العالية التي يحويها يساعد الحامل في السيطرة على زيادة وزنها خلال الحمل ويزيد من إحساسها بالشبع تناول مشروب الكركم كل ليلة فهذا ما يفعله بجسمك النتيجة ستفاجئك إذا كنت تبحث عن مشروب صحي وذات طعم لذيذ فسوف تجده لدينا حيث أننا سنقوم اليوم بعرض طريقة عمل حليب الكركم وهو مشروب صحي جدا وهو عادة ما يؤخذ في الليل ليساعد على النوم بشكل صحي وعميق بالإضافة إلى قدرته على علاج الكثير من الأمراض مثل نزلات البرد وعسر الهضم والتهاب الحلق والإسهال والقولون العصبي وتقلصات الحيض والصداع والتهاب المفاصل كما أن هذا المشروب يساعد على محاربة مرض السرطان كسرطان الكبد والقولون والبرستاتة والثدي ويخفف من الاكتئاب ويزيد من صحة الجهاز الهضمي ويزيل سموم الكبد وينق الدم وينشط الدورة الدموية ويسرع التئام الجروح ويخفف الألم ويحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية كما أنه مفيد وهام للأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات العصبية كما أن الفائدة الكبرى لحليب الكركم ترجع إلى أن المكون الأساسي الكركم الذي يحتوي على مادة الكركمين والتي تعتبر مضاد أكسدا قوي للغاية ومضاد للالتهابات وذات خصائص مطهرة ومسكنة كما أنه الكركم يستخدم منذ القدم لطرد الغازات كما أن فائدة الكركم تزيد بإضافة الفلفل الأسود إليه لأن الفلفل الأسود يحتوي على مادة بيبرين والتي تساعد على زيادة امتصاص الكركم بالجسم كما أن إضافة القرفة إليه أيضا تزيد من فوائده لأن القرفة تساعد على السيطرة على نسبة السكر في الدم ويقلل من الكوليسترول السيء وينشط الدورة الدموية LDL وإضافة الهيل الحبهان إلى حليب الكركم أيضا تساعد على تحسين عملية الهضم والتخلص من السموم ورائحة الفم الكريهة أما زيت جوز الهند يزيد من قوة الجهاز المناعي ويخفض نسبة الكوليسترول مشاهدين الكرام هذا كان كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء شكرا لكم على المشاهدة